ترجمة نانسي قنقر الذي عودنا دائما على مثل هذه الحوارات والندوات التي تناقش كل ما هو جديد وكل ما يمس المواطنين من مختلف الفئات ومختلف الأعمار اليوم نناقش موضوع هام جدا وموضوع حساس يموس يمكن معظم المواطنين ومعظم الأسر لأسيما أنه يدخل في دخول المواطنين وأجور المواطنين اليوم نناقش أمر الدفاع السبتة وتعديلاته وعلاقة العامل بصاحب العمل وكيف كانت تدخلات الحكومة في هذه العلاقة بداية أعرج سريعا على أمر الدفاع السبتة فبعد التشاورات والتداولات استمرت لعدة أسابيع بين الحكومة وأصحاب العمل ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وأطراف مختلفة للخروج بأوهام الدفاع تتعلق بقضايا سوق العمل والأجور وتحديدا أمر الدفاع السبتة وتعديلاته وأمر الدفاع تسعة بهدف الخروج بصيغة تبدي جميع أطراف عملية الإنتاج يبدو أن المنتج النهائي لم يكن مرضيا سواء لأصحاب العمل أو للعمال ليصب الجميع لجمع غضبهم على هذه الأوامر جاء أمر الدفاع السبتة في نيسان إبريل الماضي تحت عنوان تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في ظل تعطل القطاعات المختلفة بسبب جائحة كورونا وإضافة إلى تبيان طبيعة ونوعية العمل والأجور المستحقة والتفريق بين من يؤدون عملهم من مكان العمل أو عن بعد وقد سمح أمر الدفاع لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بالتقدم للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجر المعتاد للعمال على أن لا يقل ما يتقضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور كما سمح بقسم 30% من أجر العامل طواعية أو بالتوافق بين العامل وصاحب العمل ثم وقبل الأسبوع قامت الحكومة بإصدار تعديلات على أمر الدفاع 6 والتي أجازت فيه لصاحب العمل في القطاعات التي اعتبرتها متضررة أو الأكثر تضرراً الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله من مكان عمله عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تقريباً 30% عن شهري أيار وحزيران دون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل كما أعطى صاحب العمل الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة 60% لحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينار شهري ودون اجتراض موافقة وزارة العمل أو العامل وهناك تفاصيل أخرى سنناقشها طبعاً إن شاء الله بسيك حبيت أعرج على أهم ما جاءت فيه الأوامر الدفاع ما بين أمر الدفاع هذا وغيره يبرز سؤال مهم وأساسي هل نجحت الحكومة فعلاً في حماية حقوق العاملين في أوامر دفاعها وهل استطاعت أن تحافظ على مصالح أصحاب المنشآت الاقتصادية وما هي تبعات هذه الأوامر اقتصادياً واجتماعياً خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن المملكة قال يعني مقبلة على انكماش اقتصادي يتجاوز 3% وعلى زيادة في معدلات البطالة خصوصاً مع عودة أعداد كبيرة من المغتربين الأردنيين من الخارج وتوقعات بزيادة أرقام الفقر وغير ذلك من التبعات التي بالنهاية تتركز حول أعداد لا بأس بها من العمالة وجدت نفسها خلال الأسبوع أو الشهر الماضي وتحديداً الأسبوع الماضي بدون عمل بين ليلى وضحاها هذه الأسئلة وغيرها نحاول اليوم مناقشتها والإجابة عليها عبر منصة منتدى عبد الحميد شومان حيث نستضيف الأستاذ المحامي والمستشار القانوني الأستاذ سائد كراجا وهو ممثل ومستشار قانوني للعديد من المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية وشركات وناشط اجتماعي والكاتب والمحلل للأستاذ جواد عباسي المستشار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا ومؤسس شركة المشيدون العرب المتخصصة في دراسات أسواق الاتصالات والإعلام والمالية العربية ورئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات إمتاج سابقاً وكما نستضيف أيضاً الأستاذ والباحث والكاتب في الفقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية السيد أحمد عواض أهلاً وسهلاً بكم نبدأ مع السيد سائد لنناقش أو لنأخذ رأيك بالجانب القانوني بما قامت به الحكومة وكيف ترى وكيف تقرأ أوامر اتفاع برأيك والجوانب القادمية هل نجحت الحكومة بالحفاظ على التوازن المطلوب بين طرفين المعادلة بين العامل وصاحب العمل؟ وهل ترى أستاذ أن التدخل في العلاقة بين العامل ورب العمل بهذه الصورة كان صحيحاً أم لا؟ مساء الخير جميعاً شكراً أستاذ سماح بيبرز على هذا التقديم وأنا سعيد أيضاً وأشكر مؤسسة شومان على هذه الاستضافة والواقع فرصة لنشكر مؤسسة شومان هذه المؤسسة الوطنية التي تقوم بدور محوري وأساسي في استدامة الخوار في القضايا الأساسية الحقيقة أحب أبدأ من نقطة حول أوامر الدفاع ككل لأقول أن أوامر الدفاع أمر دستوري وهذه النقطة أحب دائماً أن أركز عليها أنه إصدار قانون الدفاع هو قانون نص دستوري وعمل دستوري والهدف منه دائماً لنتذكر أنه هو مواجهة الجوائح مواجهة الطوارئ والقانون والدستور يضع هذه الأوامر هذا القانون في نطاق الحاجة لمواجهة الطوارئ هذه قاعدة يجب أن نتذكرها القاعدة الثانية هي أن قانون الدفاع لا يلغي قوانين البلد يعني كل قوانين البلد نافذة ولا يلغيها ولا يجمدها والواقع أن هذه الجائحة التي مررنا بها من ناحية مادية منعة التجول ومنعة التهاب لكنها من ناحية فعلية لم تجمد قوانين البلد بشكل عام الآن هذا الأمر أمر الدفاع أمر الدفاع قانون الدفاع سنة 1992 صدوره مرتبط بهذين الأمرين ثم أنه ليس مطلقاً فأوامر الدفاع هي إجراءات تدبيرية تصدر عن رئيس الوزراء هذه الإجراءات تصدر بما يسمى أوامر دفاع خطية ويجب أن تكون خطية فما كل ما هو ليس خطياً لا يعتبر أمر دفاع بالمعنى القانوني وبالتالي هذه الأوامر يجب أن تكون هذه الأوامر بفعل الدستور ليست مطلقة ولكنها عرضة للطعن أمام المحاكم الإدارية والمتضرر من هذه الأوامر يستطيع أن يتقدم بطلب تعويض إلى رئيس الوزراء منذ 60 يوم وإذا لم يعجب هذا التعويض يستطيع أن يذهب إلى المحكرة ولهذا أنا أردت بهذه المقدمة القانونية أن أضع الأمور في نصابها من ناحية قانونية أن أوامر الدفاع والقانون الدفاع نفسه هو يقع في نطاق المشروعية والمشروعية تعني أن الحاكم والمحكوم أن الحكومة والشعب يخضعون لنص القانون بهذا المعنى القانوني علينا أن نفهم أوامر الدفاع التي تأتي كما تفضلت أستاذ سماح حاولت أوامر الدفاع من خلال المدخل القانوني بأوامر الدفاع رقم 6 وتعديلاته والبلاغ الأخير الذي صدر وسأتي عليه المحاولة معالجة قضية العمال قضية العمال أثر مترتب على ليس على البيروس وعلى الكورونا هو أثر مترتب على الحظر الذي تم وعلى وقف العمل وأنا أنطلق من زاوية أن الحكومة حاولت أن تجد توازنا في مسألة العلاقة بين العامل وصاحب العمل أنا أنظر إلى النية أولا بعدين نشوف التطبيق الواصل وكما شرطي أوامر الدفاع الأولى حاولت بشكل عام كما شرحتي في الفترة الأولى في شهر ثلاثة اعتبرناها إجازة والإجازة مدفوعة للعجب ثم بعد ذلك دخلنا إلى مسألة الذي يعمل كليا عن بعد والخمسين بالمئة والمؤسسات وصدر فيها مشأكل كثير يعني التطبيق لم يكن بهذا المستوى وأيضا لما مشينا رحنا لأوامر الدفاع وكانت العنوان الأول لأوامر الدفاع هو المحاولة الحفاظ على العمال قدر الإمكان إذا أنا أبدأ أضع لها عنوان كبير عنوان عريض والبلاغ رقم سبعة التي سآدي عليه ببعض التفصيل حاول أن يساعد المؤسسات الاقتصادية بمثلا فرض التخفيض 30% أو 50% أو 60% كما سأناتي ذلك تفصيلة إذن من ماذا انطلقت أوامر الدفاع هذه في هذا الأمر من مظلة أنها تحاول أن تفرض نصوصا للإبقاء على العمال دون فصلهم من زاوية في أوامر الدفاع السابقة وفي البلاغ الأخير محاولة الفرض محاولة مساعدة المؤسسات لكي يستمر بالعمل هذا في ظني بالتحليل القانوني ما كان وراء مثل هذه الأوامر خليني قبل أن أعلق على ماذا نجاح الأوامر الدفاع في هذا الموضوع أم لا أقول أن بلاغ رقم سبعة كما تفضلتي قسم العامل الذي يعمل بشكل كل في موقع العمل أعتبر أنه يستحق كامل أجره إلا إذا وافق على أن يتم تخفيض أجره من 30% بشروط أن يكون هذا التخفيض في حدود موافقة الإدارة العليا يعني أن يشمل الإدارة العليا وأن يكون هذا التخفيض بإرادة العامل الحرة هذا قضية يعني عندها توقف كاملة الحرة وكيف تعبر عنها إذن التخفيض 30% ثم قال أنه الذين يعملون جزئيا عن بعد أو في الموقع العمل تستطيع أن تحاسبهم حسب الساعة بشرط أن لا يقل أجرهم عن 50% من الوثور وأيضا الذين لا يعملون تستطيع أن تخفضهم إذا كنت من ما أسمى القطاعات الأكثر تعثرا تستطيع أن تخفض لحد 60% وتدفع 40% من الأجر وهذا الأمر في أوامر الدفاع كان دائما موافقة الوزارة بتذكروا لازم تقدم طلب للوزارة للإغلاق لازم تقدم طلب للوزارة للعمل 50% وهكذا هون خرج الأمر عن الوزارة ولم يعد متطلب اشتراط الوزارة طبعا أيضا الحد الأدنى للأجور نقل عن أقل من 150 النقطة الأخرى في بلاغ الدفاع وأنتوا لاحظتم أنه التعديل الأخير صدر بموجود بلاغ رقم 7 هذا البلاغ مش أمر دفاع لأنه أمر الدفاع رقم 6 سمح بإصدار بلاغات لتعديل أمر الدفاع فهو عبارة عن بلاغ وليس تعديل النقطة الثانية المادة 28 كان أمر الدفاع قد عطل النصوص كثيرة من المادة 28 في البلاغ سمح بتطبيق المادة 28 على العمال شريطة عدم التعسف وضع نفسه كوزارة عمل كضابط عدلية يقرر فيه تعسف ولا ما فيه تعسف وإذا فيه تعسف إذا أمر فيه تعسف يحيل الشخص إلى القضاء كما يقول اللي ممكن يسجنه ثلاثة سنوات أو يدفعه وراما طبعا فيه أمر هنا أنا يعني بيحتاج عليه صراحة بأنه قام تدخل وزارة العمل للعامل الأردني أما العامل الأجنب يعتبر أنه إذا فيه تعسف معلش هذا منطوق النص وهذا أمر حقيقة يعني غريب عجيب النقطة الغريبة دخل في قضية العقود المحددة المدة اللي أكثر من ثلاثة أكثر لم يتم تجديدها تم تجديدها ثلاث مرات فأكثر منع تسريح العمال اللي عندهم عقد محدد ما أريد أن أقوله إنه قانون العمل بذاته قانون تفصيلي وأنا في رأيه كان على عقل كانت على أوامر الدفاع أن لا تتدخل في هذا الأمر بين العامل ورب العمل إلا في الحدود الدنيا لحماية العمال الأقل الأرق حالا كما سميهم وهم في حالتنا عمال الميوم الذين ليس لهم عقد عمل حمايتهم من حيث تأمين دخل لهم عن طريق الضمان عن طريق المعونات عن طريق الصناديق وهذا حصل ولكن أنا أعتقد كان على الحكومة أن تتدخل في هذا السياق فقط أما أن تتدخل في العامل والإجازة وكيف المحدد وغير المحدد قانون العمل في التصور كان كافيا أنا تصور أن الحكومة كان عليها أن تسارع لإعادة الحياة الاقتصادية وأنا أعين التحدي الصحي كان على الحكومة أن تركز على إعادة الحياة الاقتصادية لأن الدورة الاقتصادية في تصوري هي الوسيلة الأفضل والأنجع للحفاظ على العامل والحفاظ على رب العمل كيف؟ الاقتصاد معناته دخل لصاحب العمل والاقتصاد معناته بحاجة وصاحب العمل حتى ينتج اقتصاده بحاجة إلى العامل ومن هذه الزاوية العامل يدفع للعامل أجرأه إحنا دخلنا في فترة إغلاق فترة منيحة كان ممكن لنا أن نحاول قدر الإمكان إعادة الحياة الاقتصادية إلى دورتها بأقصى صرعة ممكنة والفترة الأولى أن نعتني قدر الإمكان بالعمال الذين ليس لهم موجود عمل الأولى بالرعاية بدليل أن من واقع عملي بالرعاية أنا محامي شركات ومحامي بزنس لويرز زي بيقولوا في الأردن وفي الخارج أنا شفت أصحاب العمل الأردنيين في الغالب العام في استثناءات كانوا أقدر للوصول إلى معادلات موضوعية حسب حاجتهم وحسب حياتهم كانوا ينظموا أمورهم بين العامل وبين صاحب العمل قدر الإمكان لذلك أنا حتى لا أطيل ممكن الأسئلة اللي معنا تعطي أن يتوجه نحو أمور أكثر تفصيلاً لكن بشكل عام أنا في تصوري أن أوامر الدفاع في قضايا العمل والعمال تدخلها الجزء في هذا الأمر لم ينعكس إيجاباً على العلاقة لا بين العمل وبين العمل ولا على الاقتصاد لأنه في آخر النهار لازلنا أن نعرف شيء حقيقي حماية العامل والموظف أمر أساسي لكن إذا دفعت بالمؤسسة الاقتصادية إلى الإفلاس وعدم العمل يعني أنت تحكم على العامل مش على صاحب العمل أنت تحكم على مصدر رزق هذا العامل فأنا أعتقد أن أوامر الدفاع فيما يتعلق بهذه العلاقة لو بقيت في الحد الأقل من التدخل وتركت للعلاقة الموضوعية بين الناس واعتنت بالعمال الأقل حظاً وخصوصاً عمال المياومة كان أجدى وكان يمكن أن تعود العجلة الاقتصادية للإنتاج بشكل أسرع وبالتالي يكسب العامل ويكسب صاحب العمل شكراً أستاذ سائد أستاذ أحمد أنا أحب أنتقل بما أن أستاذ سائد ركز على موضوع العمال يعني الحكومة كان نيتها بأنه أو زي ما حضرتك حكيت أستاذ سائد أن المية كانت هي الحفاظ على حقوق العمال أستاذ أحمد هل ترى بأنه النتيجة كانت فعلاً الحفاظ على حقوق العمال أم العكس كانت في هضم لحقوق العمال في كثير من العمال وخصوصاً بالتعديلات الأخيرة لأمر الدفاع ستة كانت في تسريحات كثير وكانت في ضغوطات كثير على العمال وخصوصاً بموضوع الستين بالمئة بصراحة وحب هيك أسألت برضو موضوع بالتوافق أنا تعتقد بأنه هاي كلمة يعني يمكن نكذب فيها على حالنا يعني خصوصاً بأنه يعني عقد العمل أساساً هو عقد إذعان بجميع وبالظروف الطبيعية والظروف العادية فكيف بتشوف أوامر الدفاع هل فعلاً حافظت على حقوق المواطن أو حقوق العامل أم بالعكس تماماً كان في يعني نتائج سلبية يعني شكراً لك سيد سماح وشكراً مرة أخرى لمؤسسة ترومان على استضافتها لهكذا حوارية حقيقة ربما تكون مفيدة لنا كمشاركين كمتداخلين وكزملاء وأصدقاء وصديقات بشاهدونا الآن على زوم أو فيسبوك أو كتب يعني من حيث نبدأ جواب مباشر أنا بعتقد أنه أمر الدفاع ستة وأمر الدفاع تسعة نسبياً والبلاغ الذي صدر بـ 31.5 لم يساهموا في تحقيق الأهداف التي أعلنتها الحكومة وكان طبيعياً ما تحقق الأهداف لأنه أهداف الحكومة كانت حقيقةً تتعارض مع الديناميات والمفاعيل لإجراءات وديناميات القطاع الخاص وعلاقتهم مع العاملين عشان أعطي صورة أكثر وضوحاً يعني أنا بعتقد أنه سوق العمل الأورغني والاقتصاد الأدني قبل الدخول هذه الجائحة علينا بمنتصف آذار كان عنده مشكلات كبرى أصلاً يعني حتى علاقات العمل كان عنده مشكلات كبرى يعني على سبيل المثال عندنا منظمة الحماية الاجتماعية وبشكر ما تم ذكره في مناسبات أخرى ولكن نص القوى العاملة تقريباً في الأردن كانت ما إلها أي شكل أشكال حماية وبالتالي هذه مشكلة كانت كبرى عندنا ثلث القوى العاملة الأردنية 35% للقوى العاملة الأردنية ما إلها أي شكل أشكال الحماية الاجتماعية أنا كان معدلات بطالة عالية 19 دولات بالعشرة بين النساء كانوا ربع النساء يعانوا من البطالة وبين الشباب يعني بين 40 وبين 48% وبالتالي كان فيهم اخترارات كبيرة والاقتصاد الأردنية إن من 9 سنوات من الطباط والاقتصادي معدلات النمو حوالي 2% وقدراته على تريد فرص العمل كانت جداً ضعيفة ومعدلات الداخلين وجدد لسوق العمل كانت تزيد سنة بعد أخرى والأسف الشديد يعني عام 2018 أو آخر 2018 و2019 أيضاً جرى تعديلات من وجهة نظري أضرت بمنظومة الحماية وأضرت طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والعامل تم تعديل قانون العمل بما يضعف من قوة تفاوضية للعمال وقوة لما نحكي قوة تفاوضية للعمال نحكي عن توازنات سوق العمل أسواق العمل دائماً تقوم على علاقات القوة تقوم على الإجراءات التسووية إذا جاز لنا استخدام هذا تسويات بين أصحاب العمل والعمال بحدود الدنيا ما جاء في قانون العمل أو قانون ضمان اجتماعي والتشريعات ذات العلاقة وكمان رحنا على قانون الضمان أيضاً أضعفنا جملة من الحمايات مش بصدد أنه الآن نتحدث بتفاصيلها ولكن بكل بساطة تم حرمن الشباب دون سنة 28 في الشركات النائشة لكونوا عندهم حمايات كاملة فكل ذلك الحكومة أقدمت على إجراء كان غريب ومستهجن أنه سمحت للعاملين ومشتركين بالضمان الاجتماعي أنه يستفيدوا من بدل التعطل وهم غير متعطلين وبالتالي لما دخلنا في الجائحة وصار هناك ضرورة لصرف بدل تعطل ووجهنا مشكلة كبيرة وكان في أنه بصراحة كان مشكلة أخرى لها علاقة بأنه الحكومة غير قادرة على إنفاذ معيير العمل التي جاءت بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي على أرض الواقع يعني كان فيه هناك انتهاكات كبيرة وكنا نتابع هذه التفاصيل بشكل كبير فقل ذلك فقل ذلك لما دخل علينا أمر الدفاع حقيقة الحكومة بدل أن تذهب باتجاه مثل ما عملت غالبية دول العالم أن تذهب باتجاه حماية الاقتصاد ولما نحكي حماية الاقتصاد نحكي منشآت أعمال في القطاع الخاص تضررت بمستويات مختلفة وفي قطاعات منها استفادة بدل ما تذهب الحكومة باتجاه الاستثمار في حماية هاي المنشآت ودعمها وتعزيز صمودها وصمود العاملين فيها ذهبت باتجاه رفع اليد باتجاه أنه إحنا كحكومة ليس لنا علاقة وكانت حقيقة أولوية قصوى لموضوع استقرار المالية العامة وإن كنا نتفهم أهمية أنه يهتموا بالمالية العامة ولكن اهتمام بالمالية العامة اللي هو واحد وغير كافي فهي عند اقتصاد هو اللي يرفض المالية العامة بالإيرادات من الضرائب والجمالك وإلى آخره عجلة اقتصاد لازم تستمر وبالتالي إهمال هذا القطاع حقيقة وضع العامل بمواجهة صعب العمل وإن كانت الأهداف التي أعلنتها الحكومة في بعضها جميلة إلى آخره ولكن ديناميات سوق العمل مختلفة ديناميات سوق العمل تعتمد على علاقات القوة في الأردن من حوالي 40 سنة في قطاع بعض ممثلين القطاع الخاص ومنشآته تتمتع بقوة ونفوذ وتأثير عالي جدا في عملية اتخاذ القرار وبعضها لا طبعا وعند حركة نقابية عمالية اللي لازم تخبق هذا التوازن مش ضعيفة بس هي غير موجودة يعني غائبة وهذه أيضا متاج سياسات حكومية على مدار أكثر من 40 عام لما انزلت أوامر الدفاع حقيقة وجدنا أنه اللي بيدفع الثمن الأكبر هم العاملين للأسف الشديد لأنه هيك موزير قوة المؤسسات فيها منظمات نقابية قوية ومستقرة لم يخصم عليهم لا 30% ولا 50% ولا 60% حتى أثناء فترة التعطل في توازنات وللعلم يعني ما كان مطلوب أن القطاع الخاص يتحمل لوحده وينفق على عاملين غير ما بيشتغله كان لازم الحكومة تلعب دور تستثمر في حماية هاي المؤسسات وتمكنها من دفع جانب من أجور العاملين في إطار شراكات مع مؤسسة ضمان اجتماعي وخلافه ولكن الأسف الشديد ديناميات الطبيعية نتيجة هاي الاختلاف التي ذكرتها دفعت العاملين أثمانا أعلى كثيرا مما حتى كنا نتوقع نحن اللي يعني نتهم بأنه إحنا منحازين للعاملين وأنا يعني من المنحازين للعاملين لأني بعتقد أنه موازير قوة في سوق العمل الأردني تطحن فيهم بشكل كبير القضية الأخرى لها علاقة بأنه في بعض القاعدة يعني ما جاء في أمر الدفاع ستة قبل الدخول في أمر البلاء اللي صدر قبل أسبوع أمر الدفاع ستة يعني راح باتجاهات جدا متطرفة ضد العاملين لما يسمح للشركات ومؤسسات الأعمال التي تعمل بكامل طاقتها لا بل بعض القطاعات يعني ضاعفت طاقتها وزادت طاقتها بالعمل للصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والآخرية والتجارة وكل سبلايت شين هاي سلاسل الإمداد ذات العلاقة بهذا الموضوع زاد شغلها أكثر وعطتهم سماح بأنه يخصموا 30% من رواتب العاملين شو مبرر ذلك؟ يعني إذا كان ذا الدافع الحكومة عن أنه والله ينخصم 30% و50% عن الذين جلسوا في بيوتهم والضمان الاجتماعي بعوضهم يعني موضوع جدلي ولكن موضوع 30% هذا غير مقبول وغير مفهوم حقيقة ويعبر إما عن عدم مأرفة في سوق العمل أردن ودينامياته أو بعبر عن نفوذ هائل لبعض القطاع الخاص اللي هم يوما ما سيدفعوا ثمن تخفيض أجور العاملين أنا تقديري فكرة موضوع الإرادة الحرة للعامل وما ينخصمش عليه إلا بإرادته وأنه لازم هذا 30% تفرض أيضا على أصحاب الأعمال تفرض عن إدارات العليا أنا تقديري هذا وهم واللي بيحكي هذا الحكي إما مش عارف شو بصير في تفاعلات وآليات سوق العمل أو يعني بودي رسائل يعني تخلي الناس تصير موقفها أقل ثقة بصناع القرار في البلد سواء المستوى السياسي ما في إرادة حرة للعامل في سوق العمل الإرادة الحرة للقوي القوي هو صاحب العمل خاصة في مثل هجاءه والدليل عن ذلك مئات المؤسسات تجاوزت حتى أمر الدفاع مش بس أمر الدفاع تجاوزت أمر الدفاع في التغول على حقوق العامل لأنه فيش ميني حاسبها وما نسمعه بالإعلام من تهديدات وسنعمل وسواء إلى أخرها على أرض الواقع غير موجود على أرض الواقع كان هناك ناس بالشارع هذا من أرض الواقع بالضبط أنا تقديري هذا نتائج خطيرة جدا عشان أنا أطعطي مجال للزملاء والمشاركين تقديري اللي صار نتائجه خطيرة جدا ونتائجه يمكن أن نظر إلها بمنظور اجتماعي ومنظور اقتصادي أو منظور سياسي بالمنظور الاقتصادي بالمنظور الاقتصادي أنا تقديري هذا الضغط على أجور العاملين في سوق العمل سيعمق حالة الانكماش اللي احنا دخلناها واللي احنا اصلا بنعاني من 19-10 سنوات من حالة طباط اقتصادي وتراجع الاقتصادي وهي اسمها ركود اقتصادي ولكن تلطيفا احنا عشان يعني ما يعني نزدم الناس ونظل عندنا شوية تفاعل كنا نقول طباطه ولكنه حالة ركود ركود اقتصادي حقيقي كنا كنا نعاني منها والآن سندخل حالة انكماش اقتصادي انا تقديري محركات النمو الاقتصادي للخروج من حالة او للتعافي من الحالة اللي احنا فيها بقوم على بعدين اساسيين بتفاصيلهم بقوم على تعزيز الصناعات التصديرية وبقوم على تعزيز الطلب المحلي للأفراد والمؤسسات على السلع مختلفا واحد سواء كانت السلع ملموسة او سلع غير ملموسة حقيقة هذا الانخفاض الكل في الوجور في الاردن اللي نجم عن تخفيض الأجور او نجم عن تسريح العاملين هذا سيؤدي الى تعميق الانكماش الاقتصادي في الاردن وسيؤجل كثيرا حالة التعافي هذا جانب وهذا الحكي سيدفع ثمنه العاملين والأسر وسيدفع ثمنه أصحاب الأعمال اللي انبسطوا على هذه الإجراءات اللي قدمت لهم ومضوا قدما في حتى تجاوز أمر الدفاع في الاعتداء على حقوق العاملين لأنه هذا سيدعف عجلة الاقتصاد والدورة الاقتصادية وأيضا سيضر بمصالح خزينة الدولة من الإيرادات وخلافهم وفوق كل ذلك هو على المستوى السياسي سيضر بالأمن والاستقرار المجتمعيين وأنا يعني بتوقع وهذه مش اكتشافات يعني هاي بقرأ التاريخ بيعرف كلما تراجعت المستويات المعاشية للناس وزاد الفقر وزاد البطالة الاستقرار الاجتماعي سيتضرر وبالتالي الاحتجاجات ستزيد وممكن أن تنتقل احتجاجات من اجتماعي اقتصادي إلى سياسي ونحن عنا تجربة طويلة خلال الثلاثي سنة أو الأرض عيسان الماضيات في الأردن تجاه هذا الموضوع المشكلة الأعمق أنه اللي شايفينه على أرض الواقع أنه اتساع رقعة الفقر والعمال الفقيرة اللي كنا دائما نحكي عنها وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير والدراسة اللي أصدرناها قبل أسبوع بتتحدث عن 8% فقدوا أعمالهم بشكل كامل من القوى العاملة 8% فقدوا أعمالهم بشكل كامل و5% فقدوا أعمالهم بشكل جزئي وفرد من 40% من الأسر أحد أفرادها تجمدت أعماله أو خسر عمله خلال فترة الحجر اللي هي فترة الشهرين 15 أدار ل 15 أيار بالمجمل حقيقة أمر الدفاع والبلاغ اللي يسر على أصحاب الأعمال بعدم العودة الحكومة لخصم 50% أو بإنهاء دفع الرواتب وقف دفع الرواتب لفترات زمنية والحفاظ على العلاقة التعاقدية ولكن بدراتب هذا ما بيخدم استقرار اجتماعي ولا بيخدم استقرار علاقات عمل ولا بيخدم العاملين اللي دفعوا ثمن أكبر مقابل ذلك أنا تقديري هذا الموضوع يعني يفترض أن يتم النظر إليه بشكل كبير وأنا تقديري طالما القطاعات الاقتصادية عادت للعمل ما عاد هناك أي ضرورة لأمر الدفاع ستة اللي أرهق سوق العمل وأرهق العاملين وفي جانب منه أرهق القطاع الخاص واستمرار العمل فيه حقيقة هو انحياس اجتماعي غير مبرر وغير مفهوم لصانع القرار الاقتصادي في الدولة الأردنية واللي هي الحكومة الأردنية هاي ملخص سريع وبأعمل من خلال النقاش أنضيق بعض الجوانب الأخرى أستاذ جواد يعني كانت في المبادرات في العالم في اقتصاديات العالم أو حكومات العالمية وخصوصا في أوروبا يعني قدمت كانت إحفاءات أو شكل الإحفاءات كان للقطاع الخاص والمنشآت وأصحاب المنشآت الاقتصادية بأنها قدمت إحفاءات مثلا من الضرائب من الرسوم عملت تسهيلات في الحصول على التمويلات للقطاع الخاص مقابل بأنه ما تروحوا العمال على العكس ما حصل في الأردن تماما منعت عنهم كل هاي التسهيلات والإحفاءات وخلينا نحكي التسهيلات للقطاع الخاص بس روحوا العمال فكيف ترى اليوم ما قامت به الحكومة من قرارات ومن إجراءات سواء بأمر الدفاع ستة أو تسعة أو حتى واحد اللي هو كان فيه بعض التسهيلات البسيطة هل ترى بأنه القطاع الخاص اليوم استفاد من أوامر الدفاع هل فعلا هذا ما قامت به الحكومة دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ شكرا سامعيني شكرا للاستضافة ما حدا استفاد من الإصدار يعني أعطيكي مثال القطاع السياحي الأردني لـ 2019 إجانا 4 مليار دينار دخل سياحي من سياح الأردن والمقتربين اللي بيجوا بالصيف سكرنا المطار وسكرنا الحدود بـ 17 آذار على الأغلب سنة 2020 ستكون سنة خسرناها جميعا فبالتالي أي نشاط اقتصادي سياحي ما إجاء دخل متعود عليه أربع مليارات دينار وما دخل الأردن أربع مليارات دينار من العملة الصعبة ما دخلت في اقتصادنا فأي حدا بيقول مين استفاد ما حدا استفاد لا الحكومة استفادت ولا القطاع الخاص استفاد ولا العمال استفادوا إلا طبعا بعض القطاعات اللي وجودها بأمور مهمة لمكافحة الجائحة لم تتوقف على ما يزاد مبيعاتها بس برضو ستتأثر من ناحية أنه الاقتصاد ككل سينكا مش خيستن إذن ننطلع على القطاع التوظيفي في الأردن قطاع العمالي في الأردن بداية بدي أنبه على شغلة مهمة لكل ناسيها إحنا في عنا قوة عاملة في الأردن ما قبل الجائحة كان فيه 19% عطلين على العمل و22% يعملون لدى الحكومة والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية 33% يعملون لقطاعهم الخاص أو يعملون بالمياومة أو يعملون بالقطاع غير النظامي ومش محميين لا بقانون عمل ولا بالضمان اجتماعي مع أنه المفروض يكونوا محميين بضال 28% 28% من القوة العاملة في الأردن تعمل لدى أصحاب عمل وشركات ملتزمة بقانوني العمل وقانون الضمان بحكم أنهم سجلين بالضمان الاجتماعي ما معنى أنه يكون في عندك 28% يعملون لدى الخطاع الخاص الملتزم بقانون العمل وقانون الضمان معنى 28% وصل أصحاب العمل بوردوا للضمان تقريبا 22% من رواتب موظفيهم شهريا تشمل واحد ونصف في المية شهريا تأمين بدل التعطر عن العمل وكذلك بلتزموا بإذا مسجل موظفينه بالضمان معناه على الأغلب بيقدم مصدقة رواتبهم سنويا اختطاعات ضريبة اختطاعات ضمان ملتزم على الأغلب بالتسجيل لدى ضريبة المبيعات ملتزم على الأغلب بضريبة الدخل بالأرقام أصحاب العمل والموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي اللي هم القطاع الخاص اللي يشكل 28% من مجمع القوى العاملة في الأردن ورد للضمان الاجتماعي سنويا أكثر من 65 مليون دينار بدل تأمين تعطر عن العمل ويورد سنويا للضمان الاجتماعي مليار ونصف دينار أردني اختطاعات الضمان الاجتماعي ما بين تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطر عن العمل ولدينا قانون عمل مستقر كثير من الدول تستخدم تقريبا نفسه مستقر تشريعيا من ناحية أنه ماشي بكل المراحل الدستورية لهذا القانون ومستقر قانونيا بمئات قرارات محكمة التمييز الذي تفسر بنود هذا القانون بأي عين ندخل الجائحة وتقرر الحكوم أنه التسعتاشفيني العطلين عمل مش شغلها وال31% اللي بيشتغلوا لحسابهم الشخصي أو بيستخدموا أو بيشتغلوا بالخطاع غير المنظم أو بيشتغلوا عمال مياومة مش شغلها وبدي أركز على الـ 28% بالقطاع المنظم الخاص وأعتقد بكل يعني هلأ بنحكي احنا طبعا الواحد ينظر للموضوع من ناحية أنه الحكمة بيأثر راجعي احنا وقفنا شهرين ونص قررت الحكومة أنه في الشهرين ونص أربع أو خمس أو سبع أو ثمن أو تسع وزراء بمركز الأزمة أفهم من مجالس نواب ومجالس أعيان وقضاة محكمة تمييز وقضاة محكمة استئناف وتشريعات عالمية للعمل والضمان وقرروا أنه إحنا بوليس التأمين تبعاتكم بإننا نلغيها قانون العمل لا ينطبق عليكم بتكتمشوا هلأ بتصيني نطلع لكم أوامر دفاع لازم المحامين والشركات والموظفين يفهموها خلال أسبوع أو بهجدت بالسجن وين المنطق الحكمة بيأثر راجعي تقول العامل في الأردن في القطاع المنظم بالقانون العمل محمي من الفصل التعسفي الإيقاف الإجباري غير خاضع لإرادة صاحب العمل تحمي العامل بأنه يحصل على رواتب فترة التوقف ومن بعدها قانون الضمان الاجتماعي يحمي من التعطل من ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب اشتراكه في الضمان يعني لأسوأ الحالات كانت الشركات التي توقفت تماما ما بين قانون العمل فصل التعسفي أو قانون العمل الإيقاف الإجباري عن العمل خارج إرادة صاحب العمل أو قانون الضمان الاجتماعي كانت ستحمي العمال في هذه المؤسسات المتأثرة برواتب من أربعة إلى ستة أشهر حسب ظروف الشركة إحنا وقفنا شهرين أو نصف المفروض كان وأنا أقولها بحكمة بأثر رجعي يمكن الحكومة كانت متوقع أنه رح تسكر البلد تسكر سنة كاملة لكن كحكمة بأثر رجعي لو الحكومة قالت أنه أنا سأتأكد أنه بنود الضمان الاجتماعي كافة وبنود قانون العمل كافة لن تتأخر إذا وصلت لمحكمة الإسراع في البت وتطبيق القانون كان سيكون كثير أكثر من الضبابية اللي صارت ومن المفاجآت اللي صارت للعمال ولصاحب العمل وللمنظومة الكلية الآن ممكن يقول لك ما صار شيء أنا برأيي لا ضرنا على مدى البعيد ليش؟ لأنه اللي بيسجل شركة في الأردن وبيحط فيها راس مال قانون الشركات بيقول له ذمتك المالية منفصلة عن ذمتك للشركة المسؤولية المحدودة أنت فتحت شركة بمئة ألف دينار أنت وعشرين شريك أو أنت وخمس شركاء التزامكم للشركة فقط بما دفعتوك رأس مال وهي الشركة اعتبارية هي التي تعاقب إذا خالفت قانون العمل برأس مالها فأنت محمي بقانون الشركات لغينا قانون الشركات لأنه صار الشريك ممكن ينسجن مع أنه الشركة اعتبارية منفصلة عنه لغينا قانون الضمان لغينا قلنا للموظف كنا ناخد منك واحد ونصف المئة شهريا من راتبك تأمين التعطر للعمل مزعنا البوليسة الضمان مش متعرف عليه لأنه حتى تضامن واحد تضامن اثنين كتير أقل من الالتزام الحقيقي اللي على الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي وكذلك قانون العمل قلنا للشركات وللعمال لغينا قانون العمل شوفوا هلأ أوامر الدفاع طيب كيف تأجذب الاستثمار أنا بالـ 2022 للأردن الناس رح تتذكر الناس رح تتذكر أنه أنت لما أنت أوقفتني أنا مثلا فندق يعتمد على الترانزيت فندق في الأردن يعتمد على سفر الترانزيت سكرت المطار وبعدين خيتني بأنك لغيت حمايات الضمان الاجتماعي يعني أنا كنت ملتزم بالضمان الاجتماعي ولغيت حمايات قانون العمل كيف سأثق فيك في المستقبل لأرجع أفتح شركة أستثمر في الأردن ها هي الخطر اللي صار علينا إنه إحنا للأسف اعتقدت الحكومة إنها حكمتها أكثر من عقود من الاستقرار التشريعي عقود من البرلمانيين والأعيان والنواب وقرارات محاكم وما إلى ذلك فهي كان الخطأ اللي علينا مقارنة بدول ثانية شو عملت في نموذج أوروبي ونموذج أمريكي الاثنين كانوا أحسن من نموذج الأردنية بأمريكا عندهم مرونة فائقة بالعمل الحكومة قالت أي شركة وقفت فانون عمل أمريكي بمشي عادي اللي هو حرية التسريح لكن لكن الحرية التسريح كانت بالتزامن مع أنه بدل التعطر العمل في أمريكا رفعه بشكل كبير بحيث أنه ثلثي ثلثي 67% ممن سرحوا في أمريكا وهم قاعدين ببيوتهم صار يوصلهم فلوس أكتر مما كانوا بيشتغلوا بمعنى أنه سيخرجون من الجائحة الميزانية المنزلية أعلى مما كانت ستكون وشفناه بشهر خمسة لما ارتفعت فجأة الأرقام العمالة في أمريكا لأنه لما فتحت الاقتصاد مرة ثانية الناس كان معها فلوس تصرفها في الاقتصاد المطاعم رجعت تشغلت السينمات رجعت تشغلت وهذا اللي شفناه في أوروبا خصوصا بريطانيا أخذوا نموذج ثاني قال لك لا أنا بدي أحافظ على العامل في محل عمله وبالتالي قالوا للمطعم اللي سكر بتفعلك 80% من راتبه الراتب على الحكومة مش على المطعم اللي سكر فإذا بتلاحظوا النموذجين الأوروبي والأمريكي كتير أحسن النموذج الأردني الأردن الحقيق قال الحكومة قالت الباقي تفاصيل وبعدين لما طلعوا لنا التفاصيل قرروا أنه التفاصيل إن إحنا بدناش ندفع إشي دبروا حالكو وحتى الضمان ما بدو يدفع والله يكونوا بعونكم جميعا وبس جينك إذا بتقول لا ما أعتقد أنه هذا مفيد للاستثمار المستقبلي في الأردن ولا أعتقد مفيد للثقة وأعتقد أنه ضروري حاليا هلأ التراجع عن أمر الدفاع تماما يطلع عمر دفاع 11 ولا 12 ولا 13 يقول تعود كل قوانين المملكة الأردنية الهاشمية كما هي ويعود القضاء شكرا جزيلا ونحن آسفين عن التخبيصات اللي عملناها بالست أسابيع ثمان أسابيع لما قررنا أنه إحنا بنفهم أكثر من عقود من المشارعين الأردنيين وأكثر من عقود من محاكم التمييز الأردنية وأكثر من كل الدول اللي قانون العمل دباحا يشابه القانون العملون شكرا أستاذ جواد أستاذ سائد هل أنت تتوافق مع ما تفضل فيه أستاذ جواد بأنه خلص يكفي يعني يكفي أوامر الدفاع ويجب أن نعود فعلا لحياتنا العادية ولقوانيننا العادية أم إحنا هلأ ممكن نأتي إلى يعني في حديث كثير عم يحكي عن موجات للكورونا وقد نضطر أن نبقى على هذه القوانين التأثيرات والأبعاد يعني الأبعاد استمرار مثل هذه الأوامر الدفاع وتجميد بعض القوانين يعني كيف تشوفه وهل له تأثيرات سلبية على حياة المواطنين وحياة العمال وحتى على حياة أصحاب العمل وفي سؤال تاني أنا أحب أسألك يعني يعني الحكومة كانت دائما لما كانت توجد صار فيه انتقادات صراحة على هذا الأوامر الدفاع كانت تحكي أن العلاقة التعاقدية لم يتم المساس فيها وضلت العلاقة التعاقدية موجودة والعامل لم يسرح فممكن تفسر لنا وين التغارات القانونية أو التغارات في أوامر الدفاع ما بعف كيف ممكن نفسرها يعني أنا بعود للمقدمة اللي أنا حاولت منها أقف على البعد التشريعي لهذه القضية إحنا قلنا إن قانون الدفاع كله موجود لغايات مواجهة الطوارئ فإنت اليوم بدك تحط أي تعديل أو وقف للقانون لخدمة هذه الغاية الكبرى ما بأعتقد إنه الأوامر القوانين اللي إنك تعطل القوانين مثلا المادة 28 إنت لما عطلتها إحنا شو عنا في الحياة العملية؟ المادة 28 هو الفصل دون إشعارة ومكافأة لأسباب محددة إنت لما تفعلها شو كان عندك مشكلة؟ إنه القضايا في المحاكم بتأكل فترة وبالتالي العامل الذي انفصل تعسفيا قد يجلس سنة أو سنتين دون أن يأخذ تعويضه أوامر الدفاع تتدخل في هذا الأمر وتجعل هذا القضاء لمدة سبوع سبوعين ثلاث سبيع من محكمة مختصة هذا موضوع مختلف لذلك أنا بأعتقد إنه رؤيا في قضية التدخل في تفاصيل العلاقة بين العامل وصاحب العمل لم تكن استراتيجية موفقة كان في نوع أنا سميته الجبر الوظيفي الجبر الوظيفي ما بنفعل ليش؟ لأنه أنت صاحب العمل هو ضحية زي العامل في قضية الكورونا يعني إحنا أستاذ أحمد حكى عن علاقات العمل وقوة العمل بين صاحب العمل وبين العامل عشان إحنا في عالم المحامة أحيانا نقول أن قانون العمل قانون بفعله يأخذ زاوية العامل بعين الاعتبار وبهذا أقول إنه التدخل الذي حصل في أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات اللي حواليه في محاولة تفصيل وفرد وتكييف العلاقة بين العامل وصاحب العمل لم تكن رؤية موفقة وأنا بأعتقد لو تركت الأمور على إطلاقها لكان هناك حماية أكثر بشرط كما أشار الأخ أحمد والأخ جواد لقضية تدخل الدولة لوضع سيولة لأن السيولة هي عنوان المرحلة إذا كانت المؤسسات إما إلها دخل بالعمل أو أنك تساعدها في سيولة لفترة محددة إذا لم تفعل هذه ولا تلك منعتها من الشغل وفيش عندها سيولة من أين تدفع علاقة؟ سواء للعامل ورب العمل إحنا في فترة كورونا صار في عنا ثلاث قوة أساسية علاقة العامل وعلاقة رب العمل والكورونا وتأثيره على سوق العمل لذلك يعني سؤالك حول قضية هل نجحت أوامر الدفاع في أنها تخلق هذا التوازن الصراحة لأنه إحنا في عالم الاقتصاد موكلين مما نسمعه من الناس وحتى قضية إذا بدي عرج على قضية الخمسمائة مليون اللي علنت عنها البنوك إنها بديها تدفع للقطاع الخاص أنا عم بسمع عنها إنه هذه المبالغ لم تدفع والبنوك بتقول وقد يكون إحنا مندفع للموكل اللي منقدر للعميل الذي نستطيعه لذلك أنا ما بعتقد إنه طريقة التدخل بالنحو الذي تدخل فيه صاحب الأوامر الدفاع في العلاقة بين الطرفين استطاعت أن تنتد لا العامل ولا رب العمل يا جماعة إحنا ببساطة في ظرف غير طبيعي الظرف غير الطبيعي أوقف العجلة الاقتصادية العجلة الاقتصادية هي التي تأتي لصاحب العمل بالمال لكي يدفع في حالتي إذا ما في عمل يجب أن يكون هناك مساعدة زي ما حكى جواد في قضية ضمان الاجتماعي الناس اللي مشتركين بالقانون العمل قانون الضمان الاجتماعي وجد مثل هذه الظروف ليش تعطلوا خلي الناس تدفع وتسهل ولازم تدفع عشرين بالمئة أنت وبعدين هو يدفع لك يا أخي هو موجود هذه حصالة الوطن لمواجهة التعطل خلص خليها اهتم بالآخرين اللي مثلاً ما لهم علاقة عمل زي عمال المياومة ادعم ادعم المؤسسات الاقتصادية لغايات أنه صير فيها عندها تتحمل تدفع للعمال أما أنت ما عندك سيولة ولا عندك شغل ولا حصالة الضمان الاجتماعي بدك تصيبها وبدك تقول روح يا أصحاب العمل ادفعوا لهذول الناس أو يا عمال اقبلوا أنه ينزل مراتك 60% يعني شو طب أنا لما فكرت باللي نزل مراتك 60% إذا عليه قصد سيارة واللي عليه قصد بيت وقنوان يدفع شو الحكمة بقرية في قضية أنت تتفصل خصومات هذا 40 وهذا 30 وهذا 60 الحقيقة هذه نتيجة عملية للتدخل الخطأ الأول يمكن اللي شرحنا أنه عندك حصالات وطن عندك ضمان اجتماعي كان يجب عليك احنا هاليوم المادي 28 قاعد بيقول لي أنه وزارة العمل ضابطة عدلية تقرر التعسف وعدم التعسف في المحاكم ثلث درجات حتى تقرر التعسف الدرجة الأولى والثانية يعني وبعدين إذا ما تعسفتش بدي أحبسك حسب القضاء فيه هناك الواقع يعني تعسف في هذا التدخل في العلاقة بين العمل وصعب العمل أنا ما بأعتقد أنها حكيمة ولا بأعتقد أنها خدمة الاقتصاد ولا بأعتقد أنها ساعدتنا وفكرة مثلا قضية القطاعات الأكثر تضررة طلعت أنت حوالي 13-14 قطاع أوكي نيح أيضاً أنا تتكلم عن كل القطاعات بشكل عام هل يجوز أن تعامل الفنادق مثلاً اللي تعطلت بالشهرين يمكن سنتين وأكثر طب ما ألا يجب أن تعالجها بشكل منفصل هاي الفنادق في الأردن اللي أقل فندق بالمناسبة يمكن عنده 250-400 عامل يعني 400 عامل في 5 يشوف الرقم من الأرض إليك طب يا أخي هذا ما بتعالجه من حالهم في بعضهم من موكلين اتقدمنا الضمان الاجتماعي لضمان الاجتماعي تقلب اتقدمنا البنك المركز إلى قروض البنك المركز تقلب لذلك ستشوفي أنا خلينا أجمل هذا الموضوع التدخل الزائد في العلاقة ومحاولة الجبر وجبر الحلول ونوع من أنواع الفوقية في فهم هذه العلاقة الحقيقة ما كان شيء موفق ولا بأعتقد أنه خدم لا صاحب العمل ولا العامل وللأسف إن شاء الله أنا بدعو أن هذا الأمر يعود مادة 28 والمواد الأخرى في قانون العمل أنت تعطلها ليش في هذا الظروف أنت إذا شاهد فيه نزاع وفيه فصل تعالش فيه أمر محكمة العمل تشتغل 24 ساعة أو خلي البت في النزاع خلال أسبوعين انتهى الموضوع وبالتالي صاحب العامل الذي يفصل له تعويض قد يكون مجزي العقد المحدد المدة الآن حسب التعديل الجديد لا يجوز إلغاء العقد المحدد المدة الذي كان قد تجدد لأكثر ثلاث مرات لا يجوز إلغاءه لحين انتهاء أمر الدفاع كل حالة الدفاع طب يعني مش فاهم أنا ليش شو الحكمة في هذا الموضوع هل تريد أن تصل مؤسسات حيث صاحب العمل والعمال في خلاف شخصي وقد يكون نزاع وقد يكون اعتداء جسدي لأنه عامل قاعد عندك بموجود أمر الدفاع وصاحب عمل ما عنده يدفع لك مش حكمة ببساطة إحنا كناس كمحامين بنشتغل في عالم الأعمال نعلم أن الدورة الاقتصادية والدعم الحقيقي لقطاعات الاقتصاد هو الذي ينفغ الاقتصاد وليس التدخل الجبري في العلاقة بين العامل وصاحب العمل دائماً معروف بأنه ممكن هناك يكون فيه التفاق دائماً على القوانين بصراحة يعني أديل يوم ما الأوامر الدفاع جعلت هاي الأمور هيك مايعا يعني زي ما بيحكوا لأنك تلتف وتستطيع أنك كرأس يعني تصاحب منشأة تتخفض تتخفض من التكاليف بالعكس أنا حاسة أو شايفة في بعض القطاعات طلعت كسبانة من هاي الأوامر الدفاع صراحة نعم فضل أستاذ أحمد فضلي استكمالاً للحوار والمدخل اللي تناول فيه لأستاذ سائد كراج الموضوع أنا تقديري يعني الأزمة اللي مرينا فيها يعني كشفت عنا اختلالات كبيرة حكينا عن قضية النظمة الاجتماعي وبدأ أدخل عن موضوع قضية الجبر والتدخل بأدوات أوامر الدفاع في العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل وكيف إنه الديناميات الداخلية للعلاقة حقيقة هي اللي بلوز دفعة الحكومة إنها تدخل وممنوع تلغي عقد وممنوع تنهي وممنوع 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 لأنه ما في توازن قوة أصلاً يعني أنا تقديري علاقات يفترض والنموذج المتميز في العالم لعلاقات العمل والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف وبناء علاقات عمل متوازنة بما يحفظ الحد الأدنى من المعايير اللي مكون موجود في تشريعات العمل تشريعات العمل متعارف عليها بتضمن لك الحدود والدنيا من شروط العمل لها بعدين علاقات صاحب العمل هذا كفو هذا مش كفو نقابة قوية نقابة ضعيفة قطاع ناجح قطاع غير ناجح ولي بحدد حقيقة حجم المنافع اللي ممكن يستفيد منها العامل وممكن يستفيد منها صاحب العمل وإحنا بنلاحظ في يعني بالوقت اللي احنا بنعاني في البلد كان فيها بطالة عالية جداً بس العديد من العمالة المايهرة كانت تلاقي الشغر وتجيب روات عالية يعني الفكرة الجوهرية العوامل التي تؤثر على علاقة العمل متعددة العامل الرئيسي توازنات القوة والمفاوض الجماعية والناس تقول على الطاولة وتتفاوض بطلع لي هيك بطلع ليش هيك ظروف الشركة ضعيفة بطلب الزيادات ظروف الشركة ممتازة بطلب الزيادات بطلب تأمينات إضافية بطلب 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 هيك علاقات العمل في العالم للأزم الشديد وهذا على الحكومة انتبه له بشكل جدي وعلى صناع القرار ان ينتبه له بشكل جدي أحد أسباب الاختلالات اللي صارت عندنا انه فيش عندنا توازنات اجتماعية في علاقات العمل العلاقة الفردية بين العامل وبين صاحب العمل علاقة مختلة علاقة مختلة بالكامل لا يمكن البناء عليها من أجل الحفاظ على مصاري العاملين وأصحاب الأعمال بالقدر اللي بيكون من حق أصحاب الأعمال ينظموا حالهم في أطر كما هو حالياً من حق الطرف الآخر يقود معهم على الطاولة خلاف ذلك الاحترجات بالزيد والإضرابات بالزيد والاعتصامات بالزيد ويدفع الثمن العامل وصاحب العمل لذلك أنا تقديري ما بعد كورونا كل منظومة علاقات العمل في الأردن وقالوا العمل لازم ينحط على المشرحة وينعمله أعادة بناء ويعاد النظر في هذا النموذج اللي انهار بأسبوعين فريزنج للاقتصاد لذلك أنا بعتقد أنه هذا أمر كثير جداً مهم على صناع القرار الحقيقيين في الدول الأردنية في قضية أنا فاتني أحكي عنها في المداخل الأولى إذا الوقت بسمح ستسمع يعني الطريقة اللي تم التعامل فيها من الحكومة مع القطاع العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام يعني ضربت عرض الحائط ورمت في المحيط مش بحر كل سياسة الحكومة اللي بتشجع فيه الشباب والشابات أن يذهبوا للقطاع الخاص للعمل ويتركوا القطاع العام ولن وما فيش وظائف إلى آخره مع أنه بنعرف بالواسطات بتم تعيين العديد من الناس في القطاع العام آلاف سنوية أنا تقديري بعد ما هذا يعني ما بدا سميه دلال ولكن الحفاظ على الحقوق العاملين في القطاع العام تقريباً شبه كاملة من الصعب على الحكومة تيجي تقنع الناس روح يشتروا بالقطاع الخاص اللي بقوامر أمر الدفاع ستة والبلاغ اللي صدر بموجبه حقيقةً حطتهم بالزاوي وحطتهم بالحيط وقالت للقطاع الخاص إذا بدك تخصم 30% يخصم إذا بدك تخصم 60% يخصم خمسين أو 60% يخصم وإذا مش قادر تدفع استغني عنهم بكل سهولة حتى لو كانت الأهداف لهذه الأوامر لا تهدف إلى فصل الناس ولكن آلاف الناس تم فصلهم من أعمالهم باستخدام أوامر الدفاع والحجج اللي بني عرفها تنظيم سوق العمل بده عقلية متوازنة بده نفهم كيف بيشتغل سوق العمل قصة بدي أجبر وبدي ممنوع وبودي عن محكمة وبسجن وبعمل هذه ما بتحب مشاكل سوق العمل مشاكل العمل في مصالح في قوة اجتماعية لازم تتنظم ولازم نسمح حالات تشتغل بحرية عشان تبني سياسات عمل متوازنة تحبط حقوق الناس أيام الهدوء والانتعاش وأيام الأزمات تسمحي لي مداخلة صغيرة أحكي شوية طبعا فضل فضل بدي أذكر شغلة مهمة أنه أعطيكو بالأرقام كيف كان وضع التوظيف في الأردن سيئ جدا ب 2018 و 2019 إحنا صحيح في عنا فترة بطوء نمو اقتصادي آخر تسع سنين لكن من 2012 ل 2017 الاقتصاد الأردني كان يزيد في الاقتصاد الرسمي النظامي تقريبا فوق الخمسين ألف وظيفة صافية سنويا بالضمان الاجتماعي شو معنى صافية؟ معنى مشتركين جدد بالضمان الاجتماعي ناقص منهم اللي تقاعدوا وناقص منهم اللي استقالوا كان القاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي تزيد بكل سنة أكثر من خمسين ألف بأيام الطفرة الاقتصادية الممتازة من 2003 إلى 2010 كنا نزيد بالصافي خمس وسبعين ألف بـ 2018 زدنا فقط 20 ألف بـ 2019 زدنا فقط 10 ألف بمعنى أنه آخر سنتين زدنا فقط 30 ألف وظيفة في الضمان الاجتماعي اللي هي الاقتصاد الرسمي مقابل أكثر من 50 ألف بكل السنوات اللي قبلها لخمس سنين وأكثر من 75 ألف بسنوات اللي قبلها أيام النور صد القوي فإذا احنا دخلنا الجائحة باقتصاد في بطالة عالية وفي ضعف شديد في خلق الوظائف الجديدة والسبب برأيي أن احنا اقتصادنا البنية التحتية تبعته الاقتصاد على عمدان عمود النقل عمود الاتصالات وعمود الطاقة الاتصالات ممتازة سوق تنافسي أسعار الخيصة نوعية ممتازة الطاقة غير ذلك احتكارات وغير فعال النقل غير ذلك احتكارات وغير فعال فبالتالي أنا نقل كونتينر من العقبة العمان بيكلف أكثر أو بيكلف تقريبا نفس الكلفة من إيطاليا للعقبة أو من الصين للعقبة أو من ميركا للعقبة هذا بيكبل قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار وبيتكبل قدرة شركاته على النمو وبيكبل قدرته على خلق الوظائف فعندنا هاي المشكلة الهيكلية انسوا الجائحة وشو غيرت القانون الدفاع بعد ما تخلص هذه الجائحة لازم الحكومة الأردنية والأردن ككل ينظر يقول ما بدي أنا أرجع إلى النورمل اللي كان ماشي اللي أصلا كان نورمل بيعكز اقتصاد غير قادر على خلق فرص بطالة ريكورد أكثر من ثلث العمال مش مشمولين أصلا بحمايات الضمان الاجتماعي ولا حمايات قانون العمل المفروض أنا أركز على كسر الاحتكارات وعلى الأساسيات دعائم الاقتصاد الطاقة والنقل أشوف حلول جذرية إلهم عشان أقدر أنوا بالاقتصاد وأمضي قلما بهذا الموضوع على نقطة أخيرة على قصة اللي هو النقابات النقابات مية في المية يجب أن يكون حرية لأي عامل في الأردن وأي مهني في الأردن أن ينتسب إلى النقابة لكن النقابة هي شارع باتجاهين حرية الانتساب إلى النقابة تعني كذلك حرية عدم الانتساب إلى النقابة أنا مهندس أنا المفروض نقابة الهندسة تقول لي لما تتخرج من الجامعة أشوف جامعتك وبعطيك شهادة مزاولة المهنة لكن النقابة لا يجب أن تفرض علي إلزامية الانتساب إلها كذلك المحامي يتخرج من القانون بامتحن البار ممتاز أنت تستطيع أن تزاول مهنة المحامات لكن ما بصير تكون ملزم بالانتساب لنقابة المحامات وملزم أنك تصير لنقابة المحامين لازم تدفعلهم اشتراك سنوي ولازم تدخل بالتقاعدهم وممنوع تشترك في الضمان نقابة المحامي الأردنيين تمنع المحاميين مش بس هيك نقابة المحامي الأردنيين للاسف أنا الوالد المرحوم كان محامي بس لما كانت نقابة المحامين قلعة بالتسعينات حالياً نقابة المحامين عندها دائرة كاملة بترن على الشركات بتقولوا ليش مش موظف مستشار قانوني حتى لو ما عندهوش ولا قضية في المحكمة بتأخذ فكتدفع لصندوق النقابة ومش بس هيك مشغلين وزارة العدل على كل إبراز وكالة يأخذوا ضريباً بالمواطن للتقاعد تباحة هذه احتكارات النقابات لاجن تنتهي أيضاً حرية الانتساب للنقابة تتلازم مع حرية عدم الانتساب للنقابة هاي مهمة جداً احنا عندنا تطلعوا على الاقتصاد الأردني لكل مفاصل الأساسية احتكارات تمنعوا من النمو بدكوا أكثر إثبات إنه تمنعنا من النمو شوفوا آخر عشر سنين ننمو 2% سنوياً وبالتالي 2% سنوياً في الأردن النمو الاقتصادي اللي شفناه من 2011 ل2019 أساساً سببهم اللجوء السوري لو لا لجوء الأشقاء السوريين للأردن وما تبعوا من مئات الملايين من المساعدات دخلت لأردن حتى الـ 2% نمو بالاقتصاد ما كنا منشوفه ويشاركني هذا الرأي أكثر من اقتصادي وأهمهم الدكتور الصديق يوسف منصو فننتبه ننتبه على البلد لأنه ما كنا بوضع ممتاز كنا بوضع سيء جداً وكشفت عورتنا هذه الجائحة وكم كان هذا الوضع سيء سائد حبب يعني في سؤال بيطرحه شاب اسمه سائد المصري بيحكي بأنه بيعتقد بأن قوانين العمل النافذة تحمي صاحب العمل أصلاً في الظروف العادية فما بالك مع الجائحة وبالتالي بيحكيه بأنه كان لابد من أن يكون هناك تدخل حكومي حتى تحمي العامل كيف بترد عليه؟ يعني هو بيقول بأنه هذا سبب التدخل الحكومي في أوامر الدفاع لأنه العامل أصلاً كان يعني مستباح بالقوانين العادية وبقانون العمل اللي كان سهل المفعول أصلاً أنا صراحة لا أتفق مع ذلك قانون العمل قانون قديم وقانون مستقر وقانون بالعكس في هناك توجه آخر بيقول أنه قانون العمل حتى في المحاكم من القرارات العامة أغلب المحامين يعتقدون أن هناك نوع من أنواع مش المحابة أنه هناك التفسير الذي يأخذ ما قاله الأخ أحمد أنه في علاقة العمل دائماً العامل هو العلاقة الأضعف فيفسر القانون والوقاع والإجراءات لمصلحة صاحب العمل وهذا يعني دي بيت قديم في مسألة قانون العمل لكن هذا قانون مستقر وقانون مش ما لم يوجد بالجائحة اللي القانون العمل ينظم أنواع العقود في حالة الفصل يضع العقوبات على الفصل التعسفي مثلاً في كما قلت في سيئة في هذا العمل لأنه العامل اللي راح للمحكمة ما بيصير يستنى تلتسليم لشان يأخذ القرار إذا كان فصل التعسفي هذا أمر كان يعني يجب أن ينتهي مع أنه القانون نفسه يقول أنه هذه العقود وهذه الخلافات العمالية مفروضة تكون الخلافات مستعجلة ستي هذا المسألة القديمة حديث القانون العمل قانون مستقر قانون موجود بده تعديلات كثيرة بده مسائل كثيرة تخلق أنا بقول الاقتصاد المنتعش هو أفضل توازن لعلاقة العمل وصاحب العمل الاقتصاد اللي عامل توازنات الداخلية فهناك رأي أن هذا القانون قانون العمل يحابي صاحب العمل أو يحابي العمال وهذا رأي في عالم المحاماة موجود من الطرفين لكن أنا بقول فكر قانون الدفاع أن لا تتدخل في وقف القوانين إلا بالقدر اللازم لمواجهة الجائح وبهذا المعنى التدخل يكون استثناء وليس أمرا مطلقا ويكون له حكمة دراسة الاقتصاد وكل إجراء عندك أنت تجوف تمتر عليه لذلك أنا ما بعتقد أنه قانون العمل قانون نموذجي ولكنه قانون مستقر وقديم وصارت عليه تعديلات جديدة يعني تعديلات قائمة ومستمرة على قانون العمل أنا بعتقد النقطة الأساسية التي بدها إلاج هي مسألة فترة النزاع العمالي أنا في رأيي النزاع العمالي لا يجب أن يزيد على القرار القطعي من ثلاث إلى ستة أشهر وبهذا العام الذي تم فصله تعسفيا أو اعتدى على حقوقه يجب يأخذ حقه وبشكل سريع لأن العامل الاقتصاديا عادة أضعف من غيره وبالتالي لا يستطيع أن ينتظر فترة طويلة للتقاط شكراً سيد أحمد يعني أنا حابة أسأل بالبعد الجندري هل تعتقد بأن أوامر الدفاع راعة البعد الجندري يعني أصلاً نسبة النساء العاملات بطبيعة الحال والمشاركة الاقتصادية للمرأة أصلاً ضعيفة ألا ترى بأن هذه أوامر الدفاع هل ستزيد القيم باللس زي ما بيقولوا وستزيد مشكلة المرأة العاملة وبالعكس انسحاب المرأة العاملة من سوق العمل وأنت أدرى يمكن أدي لدينا مشكلة بهالجانب يعني هذا في الجانبين خصوصاً أنه أصلاً فيه تمييز ضد المرأة في العمل وفي يعني ظروف العمل فما بالك اليوم مع مثل هذه الأوامر يعني يعني في جانبي لي الموضوع سمحي لي ستسمع الموضوع الأول له علاقة بأن المراحل المتأخرة من أوامر من القرارات الحكومية بفتح الاقتصاد ما أخذت فيها الاعتبار أنه النساء العاملات عندهم التزامات اجتماعية أخرى وعندهم أطفال وبلزم بلزم يعني مؤسسات أخرى يتم السماح لها بالعمل مثل حضنات ونوادي الأطفال وهو إلى آخره وبين السماح لها بالعمل وبالتالي هذا خلق مشكلة كبيرة سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص لأنه هلأ عطلة صيفية حضنات كان ما فيه هلأ نوادي صيفية ما فيه وبالتالي المشكلة ما زالت قائمة وبالتالي أنا تقديري وبالتالي في هذا الجانب المرأة دفعت ثمن أعلى في نتائج الدراسة المسحية اللي عملناها احنا واصدرنا نتائجها يوم الأحد الماضي ما قبل الماضي ترسنا هذا البعد وجدنا أنه حقيقة من بين اللي فقدوا وظائفهم بشكل جزئي وبشكل كامل كانت نسبة الرجال هي الأعلى حقيقة وبالتالي هم دفعوا ثمن أعلى وعند تفسير ذلك بكل بساطة كان فيه عاملين أساسيين حتى الآن أنه غالبية المتضررين الذين خسروا وظائفهم سواء بشكل كلي أو جزئي هم كانوا بشتغلوا بالأعمال الحرة وبالتالي الأعمال الحرة والمهن الحرة هاي غالبيتهم الرجال ما بين مكانيك وبين جسير وبين داهين وبين سائق وبين كنترول وفي هناك مئات من هاي المهن اللي بتشتغل بشكل يومي الجانب الآخر أنه إحنا جزء كبير جدا من العاملات في الأردن مشتغلوا في قطاع العام وبالتالي هم رواتبهم ظلت شغالة ومتعطرت دخولهم وبالتالي كان هذا عامل وبالتالي في بعض الجوانب نعم المرأة دفعت كمان أعلى ولكن في جوانب أخرى كان الرجل هو المدفع كمان أعلى ولسه إحنا التفاعلات يعني متحركة يعني إحنا لسه لو عملنا دراسة بعد اسبوعين أو ثلاثة ممكن لاجئ نتائج مختلفة هاي إذا إيجابي يعني وافية لسؤالك سيد سماعا تجوات في سؤال من شاب اسمه يانال توك بيحكي إنه هل تعتقد أن الدول الأردنية بمصاف الدول الأوروبية وأمريكا بتقوم بتعويض المواطنين بأحسن من دخلهم يعني بيحكي بإنه المقارنة غير متوافقة أو غير عادلة فكيف بتجاوبوا أو كيف بتشوف بإنه كيف بتجاوبوا يعني أو كيف بتشوف هذا الموضوع كل الدول طبعا تختلف في قدرتها على التحفيز المالي لكن الأردن قادر على بعض التحفيز المالي وقادر على شبكة أمان اجتماعي الآن من ناحية فلسفية نحن نتحدث عن أنا ركزت على الـ 28% من القوى العاملة في الأردن اللي أصحاب العمل ملتزمين بقانون العمل مشركين موظفينهم بالضمان الاجتماعي الموظف يدفع للضمان الاجتماعي أكثر من 7% من راتب الشهرية اقتطاع لهذا الضمان الاجتماعي يشمل هذه التأمنات الاجتماعية وتورد الشركة 14.5% بمجموع تقريبا 22% من الراتب يورد للضمان الاجتماعي شهريا بقابل هذه التأمنات الاجتماعية مليار ونصف دينار أردني اقتطاع الضمان الاجتماعي سنويا من الشركات والعمال المشتركين للضمان الاجتماعي 1500 مليون دينار مليار ونصف إجا وقت تدفع شوي منهم هالشهرين ونصف اللي انقطعوا العمل فيه لا يجوز للحكومة أنت فجأة تقول لا عفوا بطلت ألعب بدي أغير القانون والبوليس التأمين تبعتك هاي اللي هي ضد التعطر العمل بالضمان اللي أنا بحكي لك عنها من 7 أو 8 سنين مزعناها هم بقادرين على دفع بدل التعطر العمل لأنه بدل التعطر العمل بيعطي العامل 3 إلى 6 أشهر بحسب اشتراكه بيعطيه بحد أقصى 500 دينار شهريا يعني أنا حسبتها بطلع المبلغ بالحد الأقصى بطلع المبلغ بالحد الأقصى 100 إلى 120 مليون دينار على موجودات ضمان 13 مليار وأصلا بقانون الضمان بند التعطر العمل حساب الدخاري للموظف إذا صار بالسالب لما يتقاعد تعمل مقاص سماعه يعني أنت ممكن تدينه شوية بدل التعطر العمل وترجع اللي صار أنا برأيه المتواضع اللي صار ضربة شديدة للثقة في قوانين الدولة الأردنية أنا هلأ الضرر اللي صار بقانون الدفاع رقم 6 رح نشوفه بـ 2021 أو 2022 لما يجي حدا مستثمر عند مكتب الأستاذ سائد يقول له آه شو الأمور الناظمة عندي عندي قانون شركات عندي قانون عمل عندي قانون ضمان اجتماعي الواجب الأخلاقي على المحام يقول له بس بدي أذكرك بشغلة والله صار عندنا بالـ 2020 طلعنا قانون دفاع شطبنا كل البنود هاي وصلنا نخترع لك شغلات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان وما بقدر أضمن لك أنه ألحكي هذا رح نصير ريسك بريميوم على البلد بالفلسفية المطلقة سواء أنت كنت دولة اشتراكية أو دولة رأسمالية سواء أنت كنت ألمانيا الاتحادية أو أميركا اللي هي أميركا فايرات ويل العامل والشركة بيقدر يتركوا بعض خلال شهر نوتس أو أقل وألمانيا اللي هي منظمة جدا لكل الأمور مسؤولية الدولة أساسا هي الحماية الاجتماعية تمول من ضرائب الشركات والأفراد ما بصير فجأة تقول لا التأمين الاجتماعي عليكم دبروا حالكم وأنا سأتنصل من كل مسؤولياتي التأمين الاجتماعي ضد البطالة وضد الفقر هو أساسا مسؤولية الدولة تمول من دافع الضرائب طالما أنا في الأردن مجمل الضرائب عندي 28% من الاقتصاد مسؤولية الدولة توفير الحماية الاجتماعية فطبعا الأردن قادر على بعض الحماية الاجتماعية مش زي ألمانيا وزي أميركا ما أصلا كمان رواتبنا مش زي ألمانيا وزي أميركا يعني إحنا عمنا نحكي معدل رواتب الأردن 450 دينار رفو 500 دينار مش زي 60 ألف دولار و70 ألف دولار الموجودين في أميركا فطبعا ما في مقارنة بمستوى الاقتصاد وحجمه وغناءه وغناءه عفوا لكن نعم ضمن المعطيات الأردنية الدولة الأردنية قادرة على تنفيذ قانون الضمان قادرة على بصندوق المعاونة الوطنية لحماية زي ما يتفضل السلسائد لحماية الأطراف المهمشة اللي تضررت كثيرا وبنفس الوقت من غير ما نتنصل من قوانين راسخة ستضر بالمستقبل هذا التنصل سيضر اقتصادنا في المستقبل للأسف عشان هيك أعود وأكرر أحسن شي تقدر تعمل الحكومة هلا رجاء الغين القانون بكلمة واحدة يقولي يعود قانون الضمان وقانون العمل كما هو وبسرع المحاكم وبسرع البت بأي خلافات لكن الحمايات الموجودة بالضمان والعمل ثير أفضل وأعدل وأحسن للبلد على المدى البتوسط والبعيد سمعنا أول جملتين هلا أحسن هلا أحسن بأقول حضاي المعنى فقط عشر دقائق فحب أعطيكم هيك أو الزحة بين حضراتكم يعني المخرج أو الحلول السيد سائد اللي بتشوفها للخروج من اليوم من الوضع الحالي هل هناك اقتراحات ممكن تسير فيها الحكومة أو حتى النقابات أو الهيئات العامة في الأردن لإيجاد حلول لما توصلنا إليه اليوم أنا رأيي العام أنه نتخلى عن هذه السياسة في القضية التدخل في تفصيل العلاقات بين العامل والرب العمل وأن نركز على الحماية للأقل للأرق حالاً وأن نضع النصوص عامة تحمي هؤلاء وأن نترك قانون العمل يأخذ مجراء مع تسرية إجراءات التقاضي لكي يأخذ العامل الذي ينازع صاحب العمل فصل تعسفي أو أي حقوق أخرى أن يأخذ حقوقه بشكل سريع هذه زاوية الزاوية الثانية وهي الأهم أنا في رأيي لم يتم التركيز عليها كثيراً نحن نفهم ونتفهم وعشنا مسألة الكورونا وما تطلبته من إجراءات استثنائية اليوم واضح جداً أن الوصول للصفر عاد كلام عبث ليس مواقعي اليوم نحن لازم نتكيف مع وجود هذا الفيروس لمدة 6 شهر إلى سنة على الأقل ولهذا التركيز الأهم يجب أن يكون أن تتدخل الدولة وهذا الذهن الإجباري في علاقة العمل أو الجبري أن يتدخل لقضية فرض نصوص على تطبيق إجراءات الصحة والتباعد وأن نعود كامل إلى ساحة العمل وإلى إجراءات العمل لأن في تصوري أن إعادة إعادة الحلقة الاقتصادية هو الضمان الأهم هذه هي واحدة ثانيا نريد أن نسمع بشكل عملي عن قروض البنك المركزي واصل القطاع الخاص لا نريد هذا الكلام الكثير في قضية أنه في قروض وبدنا نعطي قروض ونعطي إمدادات ونحن مش شايفينها على هذا الكلام لا يجوز أن يستمر هذا الإقراب بفوائد عالية يعني فترة حزمة الإجراءات المتعددة الشاملة أريد أن أقول أن هناك قطاعات أكثر تأثرا مش أكثر تأثرا هناك قطاعات تقريبا في حالة انعدام داخل لمدة سنة أو سنتين لا يجوز أن تضم إلى كافة القطاعات يجب أن تعالج وضعها ويمكن المجال السياحي مجال معين مجال النقل أو شيء يعني فيه قطاعات معينة أهمها السياحية تعرضت لضربة قوية يجب أن تعالج بشكل أساسي النقطة الثالثة والأخيرة اللي أبدأ أقولها فرصة لنعالج هذه العيوب التي بردها هرت لنا قضية الانضمام بالضمان الاجتماعي ليش يكون في عندنا ناس مش ما عندهم مش ضمان اجتماعي شو ما نعنى نيجي نقول اليوم كل الأردنيين التي تنطبقوا معهم الشروط تتفضلوا وسجلوا يمسامحينهم بالغرامات السابقة يمسامحينهم بالنصوص تفضل سجل أنت ممكن أن تحول هذه الجائحة لفرصة فرصة لقصد الحماية الضمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي الصراحة هو رواتب الناس بآخر النهار يعني هو مساهمات القطاع الخاص ومساهمات العمال في هذا الأمر أنا أدعو إلى تغيير الذهن القانوني الذي يفكر في قضية العلاقة بين العمال وصاحب العمل وأن يترك مع حماية الأرق حالا وأن يركز الجهد ليس على التدخل في فصل التعسفي وعقد المحدد وعقد غير المحدد بقدر ما يركز على إعادة الحلقة الاقتصادية التي تضمن إن شاء الله أن يخرج البلد من هذه الظروف وهذه الجاعة أستاذ أحمد كيف ترى اليوم ما هي اقتراحاتك حول حقوق العمال كيف ممكن أن نحافظ قدر الإمكان على هذه الحقوق كيف ترى ذلك أيضا مستويين من الجواب يقولون مستويين مستوى أنا تقديري ما عاد في لزوم لاستمرار العمل بأمر الدفاع أو أمر الدفاع ذات العلاقة بتنظيم العلاقات بين العملي وصاحب العمال القوانين القائمة بعجرها بجرها هي كافية لحلها إلى حين تعديلها كما أشار الأستاذ قوانين قنوضم العمل لدينا صحيح مستقر عنده شوية اختلالات ولكن نحن بحاجة أن ننطوره وهذه فرصة أيضا قانون ضمان اجتماعي فيه اختلالات بحاجة أن ننطوره المستوى الأساسي اللي بدفع ثمنها جميعا عاملين وأصحاب أعمال وحكوم الآن حالة الانكماش اللي دخلناها الأولوية القصوى للخروج من حالة الانكماش الجميع بدفع ثمنها وكل ما يعني كل الاهتمام لكبير حد التقديس للمالية العامة ما إلو قيمة أمام الاختلالات اللي راح نواجهها في القطاعات الاقتصادية المختلفة أنا تقديري يجب أن تذهب الحكومة باتجاه دعم مالي مباشر للقطاعات الاقتصادية وفق درجة تضررها والحفاظ على ما تبقى من عملي لديها لأنه لسه كورة الثلج تستمر مستمرة القضية التانية على الحكومة وتتعامل مع هذا الدعم باعتباره استثمار يعني هذا جزء من استثمارات الحكومة للحفاظ على متانة اقتصادها والعاملين في هذا الاقتصاد القضية التانية مطلوب حقيقة العمل على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات لازم الطلب المحل الكل للأفراد والمؤسسات تزيد إذا ما زاد حقيقة ستطول فترة بقانا في حالة الانكماش الاقتصادي الكارثية القضية الأخرى إلى علاقة بتخفيض الفوائد على التسهيلات الاجتماعية حسب القطاعات وحسب درجة تضررها من الجائحة وأهميتها في الاقتصاد الوطني كذلك مطلوب تطوير أدوات جديدة للضمال الاجتماعي يعني احنا ما عاد قصة 22% إلا ربع اشتراكات ضمال الاجتماعي ما في حدث العالم بيسمع بهذا الرقم إلا بيصير يضحك علينا حتى صندوق النقد الدولي الأكثر قصوة في رسم سياساته التقشفية بقول للحكوم من سنوات خفض اشتراكات الضمال الاجتماعي على أساس يصبح في إمكانية لتوليد فرص عمل جديدة وتخفف العبع على القطاع على القطاع الخاص ما عاد وما عاد فكرة الاشتراك الاختياري 17.5% من أجري وأنا عامل بأطلع الصبح بأجيب 400 دينار ولا 500 دينار ولا 300 دينار أدفع 17.5% عشان أكون محمل الضمال الاجتماعي ما عادت هاي الأدوات صالحة للاستمرار وأن الحكومة تحمل مسؤولية تجاه هذا الأمر القضية الأخرى إلها علاقة بإعادة التوازن لعلاقات العمل عادة التوازن لعلاقات العمل لا يمكن أن تتم من خلال تغليض عصر الحكومة أو وزارة العمل ضد القطاع الخاص ممنوع تفصلي ممنوع تخصلي كل هذا الحكي حقيقة ما إلو أي قيمة القيمة الحقيقية تخلق سوق العمل يخلق أدواته بنفسه أصحاب العمل بمواجهة العاملين أنفسهم منظمين بنقابات عمالية وهاي بس عشان صديقي جواد لما تحددت في البداية عن نقابات العمالية نص دقيقة سماح المقصود فيها النقابات العمالية وليس النقابات المهنية النقابات المهنية منظومة مختلفة كاملة وبدها إصلاح شامل من جذورها ولكن الحركة النقابية العردنية غائبة غير موجودة حقيقة غير موجودة في رسم السياسات الاقتصادية وخلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية مطلوب نقوّل عمال يقدوا على الطاولة يتفاوض عشان يصبح عندي سياسات توازنية وما قطاع يتغول على قطاع ونعمل سياسات تسويوية مش بس علاقة العمل المباشرة والموجود والضمان لا لمختلف السياسات لازم يكون مصالح مختلف الأطراف على الطاولة وتأخذ بعيدها اعتبار سيد رواد يعني حد هيك أسأل وهو يمكن سؤال بيكون عند كثير فيه ناس أنه فيه كثير كان قطاعات حققت صراحة أرباح خلال السنوات الماضية وكانت يعني فيه رؤوس أموال أو رجال أعمال يعني مليم خليني أحكي بصراحة ليش ما كان فيه يعني العقلية الرئيسمالية هاي العقلية الرئيسمالية اللي بتدير الدولة ويمكن يكون هدول الناس قد يعني ساهموا بشكل أو بآخر لأنهم أثروا على هاي السياسات الحكومية اللي بتدير كل شي بالاقتصاد يعني أنا حب أسألك قديش اليوم يعني هدول يعني آخر شي يعني يتنهي النايا بالاقتراحات اللي اللي بتشوفها للخروج من الأزمة اليوم على الجميع المسؤولية أي حدا ملتزم بالقانون ومورد ضريبته برأي إنك تقوله ادفع أكتر طبعه دافع ضريبته حتى لو هو غني كتير خصوصا إنه إحنا في أزمة ثقة ما بين الشعب وما بين الحكومة كيفية صرفها أعطيكي مثال في سنوات العز الأردن بين 2003 و2010 زادت الإيرادات الضريبية للدولة المحلية زادت 12.5 مليار دينار أردني كانت تكفي لخلق حالة جديدة من البنى التحتية في الأردن 12.5 مليار دينار أردني فائض زيادات ضريبة محلية زيادة عن مستوى سنة 2003 ماذا فعل الجهاز الدولة الأردنية بال10 السنين هدول زاد النفقات الجارية 13.5 مليار دينار أردني يعني كل الزيادة في الضريبة بسبب النموب الاقتصادي 12.5 مليار صرفهم كلهم واتدين فوقهم مليار دينار أردني هاي تكسر الثقة إنه أنا بعطيك فلوس مش عارف وين رح تروح هاي الثقة انكسرت هاي نقطة النقطة التانية بدي أعطي المسيج الرئيسية دعمات الاقتصاد أساسا قطاع نقل قطاع اتصالات قطاع طاقة كلهم كانوا يسموهم ناتشورال منوبوليس احتكارات طبيعية التطور التقني سمح بإدخال المنافسة في قطاع الاتصالات وشفنا واضح كيف شالة البلد شالة التعليم عن البعد أسعار الخيصة تنافس بين شركات في شركات دخلت وخسرت في شركات دخلت وربحة في شركات دخلت بمئات الملايين وخسرت مئات الملايين قطاع الطاقة حاليا التقدم التقني في قطاع الطاقة سواء مشتقات أو كهرباء يسمح بالوصول إلى قطاع تنافسي حقيقي وننتهي من قصة أنا عندي شركات توزيع وعندي شركة وطنية تشتري من الكل وبتوزع ويفقدون ما يفقدون ومضمون أرباحهم بالعكس أنا ممكن أوصل مرحلة زي لما أنا بالإنترنت باختار من المزود الإنترنت تبعي بقدر أختار من المزود الكهرباء تبعي على حسب أسعار مختلفة بحسب تنافس المزودين وموجودة الحكومة الأردنية والدولة الأردنية يجب أن تتوجه ووجه خلال أربع خمس سنوات لقدام نحط خارط الطريق لجعل قطاع النقل تنافسي فعال لقطاع الطاقة تنافسي بالكامل وفعال ليصير إلى جانب قطاع الاتصالات هاي أساس الاقتصاد وقتها نتوجه للمستقبل بخطة ثابتة كذلك على الحكومة الآن لما أنت عندك انكماش وانتي خسرانة مدخول سياحي فوق الأربع مليار دولار بأربع مليار دينار عفوا يجب 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 التحفيز المالي في مشاريع بنية تحتية أساسية تخلق فرص عمل تزيد السيولة في الاقتصاد وبنفس الوقت تخلي اقتصادي فعال للمرحلة القادمة مثلا استثمار بسدود ترابية لأنه هاي بتنمي التروة الحيوانية والثروة الزراعية في البلد وبنفس الوقت تحتاج إلى متخلات أستوردها فما بتعملي ضغط على المخزون الأجنبي احتياطي للضغط الأجنبي أعطيكي مثال التيسير الكمي اللي قاعد بصير بأوروبا وأمريكا لاستطيع عمل جزء منه في الأردن مش بنفس الزخم يعني أمريكا تيسيرها الكمي تقريبا رح يوصل 6 مليار دولار المركب الفيدرالي الاحتياطي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الـ Central Bank تباحهم رح يضخ سيولة في الارتصاد 6 مليار دولار زيادة على شكل ديون للحكومة تصرفها بالارتصاد احنا ما بنقدر نعمل نفس هذا الحجم لكن احنا بالـ 2011 عملنا تيسير كمي مليار دولار مليار دينار عفوا وما زاد التضخم في البلد وشي كويس آخر ثلاث سنين البنك المركز يعمل تيسير كمي بـ 650 مليون دولار دينار أنا أعتقد الآن ضروري حاليا البنك المركزي يعمل تيسير مركزي تيسير كمي عفوا بحدود نصف مليار دينار يعطيهم للضمان الاجتماعي ليدعم وطع الضمان الاجتماعي ويقول له قوم بمسؤولياتك بحسب قانونك الضمان الاجتماعي يدينهم للحكومة الحكومة تصرفهم بمشاريع تنموية مهمة للبلد تزيد من فعالية الاقتصاد بعد انهاءها رح يقولوا ناس بس هيك بتخاف من التضخم لا لأنه هي مش فلوس مجانية الحكومة سيدفع للضمان الاجتماعي بدل السندات الخزينة هذه وكذلك ستعتمد أساسا إذا ركزوها بس في البنية التحتية على الأمور اللي هي موجودة في المدخلات أساسها وردنية لن تؤثر على الاحتياط الأجنبي ولن تؤثر على التضخم لأنه احنا في مرحلة انكماش وقت حاليا وقت تحفيز الاقتصاد وقت البنك المركزي مع الحكومة مع كل قطاعات الدولة الأردنية تطلع وتقول الوطن هذا بعد خمسة سنين كيف إنه يكون مية في المية ما بنا يكون بلد احتكارات مية في المية ما بنا يكون بلد فيه لسه أعطني طبعة التكسي للواصل وأعطني طبعة السرفيس بدك تنافس في كل قطاع اقتصادي لنضمن مستقبل كويس لأولادنا غير هيك بصراحة خلينا نكون صريحين ونواجه الحقيقة أنا أدعو الحكومة هلأ تحسب كم أردني نقدم لكندا وكم أردني يهاجر لأوروبا كم أردني ناوي أولاد وعيشوا بره لأنه إذا منستمر بهذا النهج في كثير ناس رح تفلى تقول لك خلاص ما في أمل بالبلد الأمل بدي حط خارط الطريق بدي أنهي الاحتكارات أوصل للبلد لحالة تنافسية أقدر أقول خيني أنا بقدر أنافس عالميا والأردنيين بتعليمهم بانتشارهم بكل العالم أعتقد إحنا قادرين على ذلك وقدرين خلي بلدنا بمصاف الدول العالمية هلأ هو أنا صراحة ترمثود أنهي بس بدي فيه أسئلة صراحة تورد هلأ يعني وردتنا هلأ صراحة فممكن أسأل هيك أسئلة سريعة إذا فيه مجال يعني أخذ من وقتكم هيك دقائق سأسائد فيه سؤال من زميل تيرانيا السرايرة بتسأل بأنه البلاغ رقم سبعة واستنادت إلى أمر دفاع ستة أصدرت وزارة العمل القائمة بالقطاعات الأكثر تضررا وسمحت لصاحب العمل بخصة من 60% من الأجر لكن بعض الشركات أخذت بهذه الإجراءات فورا رغم أن القائمة ممكن أن تعدل يعني ممكن أنها تخرج من القطاعات الأكثر تضررا ألا تعتقد بأنه هناك فجوة أو ثغرة قانونية بهذا المجال؟ شكرا سيتراني على السؤال شكرا الواقع أننا نتذكر أنه بلاغ رقم سبعة من ناحية هو فقط لشهر أيار وحزيران والقائمة الأكثر تضررا صدرت الآن وبالتالي من ينطبق عليه هو الفئات الأكثر تضررا الموجودة الآن خلال شهر أيار وحزيران وعليه فإنه فعلا ممكن هيته تغير فجوابي إليك أنه تطبق معيار المؤسسات الأكثر تضررا للشهرين هدول وهدول ممكن يستفيدوا من بلاغ الرقم سبعة بهذا المنطق وقد يتغيروا فيما بعد أستاذ أحمد فيكم سؤال صوت صوت بس يا سمع في سؤال من شاب اسمه أحمد عوض سريع فمن إبراهيم المصري لأستاذ أحمد عوض ما هو الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه لتدارك الظلم الذي وقع على العمال الوافدة نتيجة أوامر الدفاع الصادرة وما هو دور وما هو دور المؤسسات المجتمع المدني برأيك في هذا في رد من الفجوة الناشئة يعني بداية العمال الوافدة العمال المهاجرة في الأردن هي جزء من القوى العامل وبالتالي كل ما نتحدث به عن حمايات للعملين هي تنطبق على العمال المهاجرة بذات المستوى وبذات الدرجة على خلاف ما جاء في البلاغ الأخير اللي سهل يعني عملية الانتهاك اللي تقردونها العمالين المهاجرين وبجوز هذا الموضوع يعني دائما موضوع جدلي ودي بيتابل بس بالمنظور الحقوقي اللي احنا بننطلق منه في عملنا العامل عامل والإنسان إنسان أينما وجد وكما نرغب بأن يتم التعامل مع أبنائنا اللي اشتغلوا خارج الأردن أينما وجدوا باحترام لحقوقهم كاملة نحن نطالب بالتعامل مع العمال المهاجرين في الأردن العمال الوافدين بمنحهم كافة حقوقهم هذا جانب كيف ممكن يتم هذا الحكي مشكلتنا في الأردن أنه ثلثي العمالة المهاجرة في الأردن عمالة غير نظامية بمعنى آخر ما بيحملوا تصريع عمل وبالقدر اللي يتم انتقادهم بالقدر اللي أنا بأنتقد الحكومة كيف هي بتسمح كيف منظومة يعني المنظومة اللي بتنظم العمالة المهاجرة في الأردن فيها كلها الفجوات اللي بتسمح بوجود عمالة غير منظمة الأصل أن يكونوا جميع العاملين منظمين ومعهم تصريع عمل ومسجلين في الضباط اجتماعي وينطبق عليهم ما ينطبق على العمال الأردنيين وإذا في خلل سلثي العمال المهاجرة غير غير مع تصريع عمل هذه مشكلة في المنظومة الرسمية وبحاجة إلى إصلاح دور المجتمع المدني أنا تقدير المجتمع المدني خلال هذه الأزمة لعب دور مفصلي وجوهري كله حسب اختصاصه والدراسة اللي أطلقنا نتائجها الأسبوع الماضي أشارت إلى أنه من أقل القطاعات استغناءاً عن العاملين وخصماً على العاملين من أجورهم ورواتبهم الشارعين كانت منظمات المجتمع المدني طبعاً بعد الحكومة لأن الحكومة لم تستغني عن أحد وما قضعت رواتب أحد في الترتيب الثاني كانوا منظمات المجتمع المدني وهذا يسجل لها حقيقة وهذا يستدعي أنه يتم تعزيز أدوار المجتمع المدني بمزيد من حرية العمل ومزيد من الدعم الحكومي ومزيد من تسهيل أعمالهم لأنه حقيقة منظمات المجتمع المدني تستطيع في مجال التنمية حالياً ومجال الدفاع عن حقوق الإنسان كلهم في مجاله ستواجه مشكلات كبيرة في الحصول على موافقات لبناء الشراكات وتنفيذ المشاريع وخلافه خلال الفترة الماضية يعني كنا منخارطين خلال الشهرين المصر الماضيات بعمل منظمات المجتمع المدني كنا نلمس أن منظمات المجتمع المدني التي تشتغل على تقديم الإغاثة والمساعدة لا بعض منظمات المجتمع المدني وسعت من أعمالها والمانديت تاعها باتجاه أنه توسع وليس فقط في مجال التوعي والدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية ولكن بالوصول إلى العمالة الأكثر حاجة للمساعدات وجمع التبرعات والأخير وما أريد أن أستثمر هذه الفرصة وأحكي من هي هذه المؤسسات ولكن هذا دور هذه المؤسسات وأنا أعتقد أنه الأدوار اللي عبت فيها المنظمات التي قامت بتطوير سياسات بديلة للسياسات القائمة منذ الأسبوع الأول الذي دخلنا في الجائحة الجائحة تم تطوير قراءات وأوراق موقف وتدريء وسياسات بديلة للسياسات القائمة لمساعد الحكومة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة جواد في سؤال من شاب اسمه كريم ثابت بيحكي أنه في بداية الحضر سوري كان هناك في بداية الحضر وعود من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية والبنك الدولي لدعم السيولة المباشرة لدعم القطاع الخاص هل هذه المصادر لم تستغل أو قد يكون استغلالها على المدى البعيد؟ صراحة ما عندي علم بس من بداية الأزمة أنا والأستاذ أحمد أعتقد حكينا أنه أحد أهم خارج الحكومة الأوردنية من هذه الضائقة الحصول على بعض السباح فترة السماح في خدمة الدين العام الخارجي البايلاترال اللي هو الثنائي مع حكومات أخرى لأنه أصلاً في الحكومات أعلنت أنها رح تسهل تسامح وتعطي فترات سماح مهمة لأكثر من 25 دولة في العالم في الدين الخارجي أعتقد الأردن لازم نشتغل على هاي لأنه هاي إذا بنحصل على الديننا الخارجي إذا بنذكر الرقم صح بحدود الـ 14 مليار دولار منه نصفه تقريباً لدول صديقة وللبنك الدولي وصندوق النقد وصناديق أخرى إذا بنحصل على بعض فترة السماح 2020-2021 يوفر علينا أكثر من مليارين أو 3 مليارات دولار خدمة دين خارجي بتخلق كثير فرق للاقتصاد الأردني إذا تحول داخلياً لاستثمارات البنية تحتية بس ما عندي علم بصراحة أعتقد الحكومة إلا تكون شغالة على هذا الموضوع بس يمكن ما بدهم يعلنوا إلا لما ينجحوا فيه إن شاء الله يكون هذا الحكي صحيح الله ينجحوا نتمنى نجاح إن شاء الله للحكومة وللجميع أنا بدي أنهي مع حضراتكم وشكراً شكراً تير يعني لوقتكم ولخبرتكم ولأراءكم صراحة اللي بتتري الواحد بتتري هذا المجال وإن شاء الله إنه يكون فيه يعني إفادة للجميع وبما فيها الحكومة إنها تأخذ بالتوصيات اللي اللي حضراتكم يعني أوصيتوا فيها أستاذ جواد عباسي شكراً أستاذ أحمد عوض شكراً أستاذ سائد يعني شكراً جزيلاً وإن شاء الله يعني نشوفكم باللقاءات الثانية وبضروف إن شاء الله تكون أحسن دائماً شكراً لك شكراً